بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة طالبات الصف الثالثة الأعدادية سوف أتناول شرح الفصل الأول من مادة الحاسب الآلي وهو حل المشكلات في الدرس ده هنعرف يعني إيه مشكلة ويعني إيه حل المشكلة وإيه هي الخطوات والمراحل اللي بتمر بيها المشكلة وإزاي نكتب خطوات الحل دي وعندنا كمان في الفصل ده بيكلمنا عن حاجة اسمها خراءة التضفق إزاي نقدر نرسمها وإزاي نحن نقدر نعبر عنها بخطوات الحل بتاعتي مبدئيا كده لازم نعرف يعني إيه مشكلة قالي المشكلة هي موقف يتطلب إيجاد حل له أي هدف مطلوب الوصول إليه من خلال التباية عدد خطوات معينة أو محددة يعني إيه الكلام ده نشرح كده مثال بسيط يعني مثلا مطلوب مني أن أنا مثلا أعمل كوبات شاي وأنا ما بعرفش يعتبر دي ما عندي مشكلة طيب يبقى أنا المشكلة هي موقف أنا بتعرض لي مثلا وبقدرش أن أنا أوصل لحل أو هدف بتاعي لي يبقى أنا عندي مشكلة أو موقف يتطلب إيجاد حل له أي هدف مطلوب الوصول إليه من خلال التباية عدد خطوات معينة دلوقتي زي ما عمنا في المثال بتاعنا لو أنا عايزة عمل كوبات شاي أكيد في خطوات ومراحل أنا بمشي بيها عشان أقدر أوصل للآخر للهدف بتاعي اللي هو مثلا كوبات شاي يبقى أنا عندي تعريف جديد اسمه حل المشكلة يبقى هي الخطوات أو الأنشطة أو العمليات اللي أنا بقوم بيها عشان أقدر أوصل للهدف ده أو الناتج ده تمام طيب تيجي ندخل لحاجة اسمها مراحل حل المشكلة إيه هي المراحل حل المشكلة قال لي عندي خمس مراحل الخمس مراحل دول لازم نعرفهم بالترتيب ما ينفعش مرحلة تسبق مرحلة لازم نعرفهم بالترتيب أولا مرحلة اسمها مرحلة تحديد المشكلة طيب بيحصل فيها إيه أو بيتم فيها إيه قال لي بيحصل فيها تحديد المدخلات والمخرجات والعملية سواء عملية حسابية أو المنطقية بتاعتي يعني إيه تحديد المدخلات ويعني إيه تحديد المخرجات قال لي مثلا نفرض على المسال اللي احنا قلناه مثلا كوباية الشاي أنا مدخل فيها إيه قال لي مثلا بيبقى عندي مية وشاي وسكر يبقى دي المدخلات بتاعتي طيب الناتج بتاعي أو المخرج بتاعي في الآخر إيه لو كوباية الشاي اللي هتطلع طيب العملية اللي هتحصل قال لي بقى اللي إيه الخطوات اللي أنا مشيت بيها إن أنا عشان أقدر أعمل الهدف بتاعي أو إيه أوصل إيه للحل بتاعي تاني مرحلة مرحلة خطوات حل اللي هي الخوارزمية يعني إيه خوارزمية قال لي خوارزمية نسبة المؤسس علم الجبر وهو محمد بن موس الخوارزم علم الرياضيات تمام طب يعني إيه بقى إعداد خطوات الحل قال لي دي طرق أو أسليب أنا بستخدمها عشان أقدر أوصل لحل المشكلة دي من خلال مجموعة من الخطوات أو الإجراءات المرتبة ترتيبا منطقيا يعني إيه مرتبة ترتيبا منطقيا يعني ما ينفعش زي ما احنا قلنا خطوة تسبق خطوة لازم الخطوات بتاعتي بتبقى مرتبة ترتيب منطقي طيب وبتمثل في إيه في حاجة اسمها خرائط التدفق وهنرى في يعني إيه خرائط التدفق دلوقتي وإيه المميزات بتاعتها قال لي خرائط التدفق قال لي هي عبارة عن تمثيل تخطيتي بيعتمد على أشكال قياسية محددة عشان توضح ترتيب العمليات دي عشان أقدر أوصل الهدف بتاعي أو الناتج المطلوب تمام يعني إيه أشكال قياسية يعني فيه أشكال معينة باستخدمها في رسم خرائط التدفق وإن شاء الله هنعرفها كمان شوية طيب مميزاتها إيه قال لي من مميزات خرائط التدفق إن هي بتسهل علي فهم المشكلة وإن أنا أقدر إن أنا أقرأ المشكلة دي وتوضح لمبرمج اللي المطلوب أعمل قال لي تاني حاجة إن هي تستفيد في شرح البرنامج ده للآخرين إن هي بتقدر تسهل عليهم معملية فهم البرامج بتاعتي وإن هي بتسهل برضو فهم البرامج المعقدة لها تمام يبقى دي تاني مرحلة إعداد خطوات الحال اللي هي الخارزمية تالت مرحلة قال لي حاجة اسمها تصميم البرنامج على الكمبيوتر خلاص أنا بعد ما بعمل خرائط التدفق دي وارسمها بالأشكال القياسية اللي موجودة عندي بحول خريط التدفق دي وترجمها للكمبيوتر باستخدام أحدى لغات البرمجة وإن شاء الله لغة البرمجة اللي انتوا تستخدموها السنية دي حاجة اسمها visual basic.net إن شاء الله هنتعرف عليها في الفصول القادمة وإزاي نعرف نحاول خريط التدفق دي للأكواد بتاعتي وإن أنا أقدر إيه أصممها عندي رابع مرحلة قال لي مرحلة اختبار صحيح البرنامج وتصحيح الأخطاء يعني إيه اختبار صحيح البرنامج وتصحيح الأخطاء من اسمها كده يبقى أنا بختبر البرنامج عشان أتأكد إن هو خالي من الأخطاء بتاعتي نفرض مثلا مثال إن أنا مثلا دخلت مثلا 2x3 بيساوي 5 ممكن وأنا بدخل المعلومات بتاعت دي أو البيانات بتاعت دي ألاقي مثلا عملية الجمع تحولت لمسلا إيه وأنا بكتب لضرب يبقى الناتج بتاعي مثلا بدل ما 2x3 5 لا هتلاقي إيه اتنين في ثلاثة بستة لا أنا عارفة إن أنا مدخلة عملية الجمع يبقى أنا المرحلة دي برضو بيحصل فيها إيه إن أنا بدخل البيانات بتاعتي بيبقى معروف نتائجها مسبقا يعني إيه معروف نتائجها مسبقا أنا عارفة إن الناتج بتاعي هيطلع في الآخر خمسة لو طلع غير كده لا يبقى أنا عندي فيه خطأ في البرنامج ولازم إن أنا أدخل وصححه تمام دي رابع مرحلة خمس مرحلة قال لي مرحلة توصيق البرنامج يعني إيه توصيق البرنامج قال لي باكتب كل حاجة وكل خطوة شاملة في البرنامج ليه كتابة كل ما يتعلق بالبرنامج يبقى أنا باكتب كل الخطوات اللي أنا بمر بيها سواء بقى مدخلات مخرجات سواء العملية اللي بتتم يبقى أنا باكتب كل حاجة خاصة بالبرنامج بتاعي وإن شاء الله في الحصة القادمة سوف نتعرف على أشكال القياسية للخراطة التضفق وإزاي نرسم خريطة التضفق وإيه هي المساء اللي بتيجي في خريطة التضفق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته